أيها الصيديون يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم خيادة الباخرة نورماندي في فيديو اليوم حنتعلم طريق التركيب وجهك على فيديو وتبديل الوجوه في الصور بالزكاء الاصطناعي أو ما يسمى بالديب فيك زي المثال الواضح أمانكم وده حيكون عن طريق أداة جديدة للزكاء الاصطناعي تعمل على جوجل كولاب أوبن سورس ومجانية تماما الأداة تمتاز بأنها تستطيع التعرف على أكثر من وجه في الفيديو من الممكن عن طريقها إنتاج فيديوهات وصور معدلة عالية الجودة الفيديو يحتوي على جزء كامل لتحسين جودة الفيديو والإعدادات المثالية لتحقيق أفضل نتائج طبعا ما تنسوش اللايك والشير لأن ده بيسعيدنا على الاستمرار في تقديم محتوى أفضل يلا بينا نبدأ الفيديو الأداة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها فيس فيوجين وده عن طريقها أقدر أعمل ما يسمى بالديب فيك نسبيت على جوجل كولاب سهلة جدا هم ثلاث خطوات هنعملهم مع بعض أول حاجة بدوس على السهم ده وبعدين بضغط على تشينج ران تايم تايب ويتأكد أن أنا مختار اختيار جي بيو هي غالبا بتبقى مفعلة بس يفضل أنك تتأكد أن الاختيار ده موجود قبل ما تشتغل وده كده هدوس على زرار كوننكت ران تايم وبعد ما بيخلص ويدينا علامة الصحة الخضرة دي هبتدي أن أنا أشغل خطوة خطوة بالتدريج هدوس على زرار البلاي ده عشان أثبت أول خطوة طبعا يا جماعة للتوضيح أي حاجة بتشتغل على جوجل كولاب هي مجانية تماما هي عبارة عن كود وأوبن سورس فمتاحة للجميع بدون أي تكلفة لو تلالكوا إيروش زي ده أثناء التثبيت فتجهلوا تماما ما فيش فيه أي مشكلة بعد ما ما تخلص أول خطوة خالص بيطلع لي أن هو أول خطوة تم تثبتها زي ما احنا شايفين وبتبقى فيه علامة صح خضرة على أول خطوة بعد كده هشغل الخطوة الثانية دي ما بتاخدش أي وقت وبرده طلعت علامة صح وبعدين أشغل الخطوة الثالثة هنتظر في الخطوة الثالثة لحد ما يطلع لي العنوان اللي هستخدمه في تشغيل الأداة العنوان مكتوب في جريدو دوت لايف وبعدين مكتوب قدامه الكلمة دي رانينج اون بوبليك يور إل هدوس بقى على عنوان ده كده وده شكل الأداة بعد ما اشتغلت على جوجل كولاب طبعا هتأكد طول ما أنا شغال إن أنا مش هقفل الويندوغ تاعة جوجل كولاب ولا كمان هدوس على زرار البلاي ده تاني هسيبه شغال كده لأن لازم البرنامج يفضل شغال في الميموري طبعا أداة فيس فيوجن مزيتها إن هي سألة الاستخدام وتدعم تغيير الوجهة في الصور أو في الفيديو أول حاجة هنجربها تغيير الوجهة في الصور عندي هنا حاجتين حاجة اسمها سورس وحاجة اسمها تارجت التارجت ده هو الوجه اللي أنا عايز أغيره أو الصورة اللي أنا عايز أغير فيها الوجه والصورس ده شكل الوجه الجديد اللي أنا عايز أبدله مع الوجه الأصلي حالغط بالموس هنا عشان أديله الوجه الجديد ممكن يبقى الوجه ده مثلا صورتك أو صورة أي شخص أخر افتر الصورة وبعدين هتدوس على open وانتظر إن هو يعمل upload بعد ما بيعمل upload مفروض الصورة بتظهر قدامي في الويندو دي بعد كده هدوس على target ودي مفروض إن هي الصورة الأصلية هنفترب مثلا إن هي صورة لبل جيتس وبعدين هدوس open أيضا هنتظر إن هو يعمل upload فالمفروض إن الصورة بتبانى عندي بالمنظر ده بعد ما بيعمل upload للصورة المفروض إن هو بيحاول إن هو يتعرف على الوجه لازم الخطوة دي تتم وبعد كده هو بيديني منظر للصورة النهائية زي ما انتوا شايفين يبقى دي كان صورة بيل جيتس وأنا غيرتها غيرت الوجه بس بالصورة بتاعتي الجديدة طبعا دي ميش الصورة النهائية دي الصورة درجة الوضوح بتاعتها والهيلة عشان بقى أبتدي إن أنا أطلع الصورة النهائية هتأكد إن أنا اخترت الإختيارين دول face enhancer وبعد كده بنتظر بمعالجة وبعدين frame enhancer دول وظيفتهم إن هما بيطلعوا لي الصورة بجودة عالية أولا حستوا الفرق في الصورة إن الصورة الجودة بتاعتها تحسينك جدا وبيتأوضح كتير كمان لازم أتأكد إن أنا مختار الإختيار اللي في النص ده واشيل علامة الـ CPU دي ودي وظيفتها إن هي بتعتمد على البروسيسور بتاع كارت الشاشة فبتخلي زمن إنتاج الصورة أسرع بكتير ممكن طبعا الاختيارات دي أختارها من الأول قبل ما أختار الصور في النهاية بنزل تحت وبعدين أضغط على start عشان أبتدي إن أنا أنتج الصورة النهائية لو فتحت كده colab حلقين هو بيعمل 12 خطوة بعد ما يخلص الـ 12 خطوة دول مفروض الصورة هتبقى عندي جهزة ودي الصورة النهائية اللي طلعت عندي لو عايز أحفاظها على جهازي بدوس على السهم ده وبعدين وضعط عليها كده عشان نفتحها زي ما نشايفين الجودة بتاعة الصورة عالية إزاي يبقى إحنا كده في المثال ده حولنا الوجه في صورة بيل جيتس الأصلية يعني غيرنا الوجه في الصورة دي للصورة دي ونتج عنها الصورة اللي أنتم شايفينها بالمنظر ده الميزة التانية في أداة Face Fusion إن أنا قدر أعمل Deep Fake أو تبديل الوجوه في أي فيديو عندي الإعدادات اللي أنا حقولها دلوقتي مهمة جدا لأن عملية تحويل الفيديو بتاخد وقت طويل جدا فلازم نطبق مع بعض نفس الإعدادات اللي حشرحها دلوقتي دي أنا عندي الثلاثة اختيارات دول الاختيارين دول اللي هما Face Enhancer و Frame Enhancer دول بياخدوا وقت طويل جدا فيفضل أن أنا أعمل تبديل الوجه الأول وبعد كده الفيديو يخلص معي بالكامل خالص وبعدين أقوم مطبق خطوة الفيس انهانسر تاني حاجة في الاختيار ده هاختار الاختيار اللي في النص اللي هو كودة وأشيل العلامة من على الـ CPU الأرقام دي هخلي الرقم ده 16 وهخلي الرقم ده 3 العديل الرقمين دول بيساعد في أن وقت الـ Processing بتاع الفيديو يبقى قلب كتير أضغط على Target عشان أختار الفيديو الأساسي بتاعي أختار الفيديو عندي من على الجهاز وبعدين أقوله Open وانتظر أنه هو يخلص Upload للفيديو وأيضا بعد ما يعمل Upload للفيديو هنتظر أنه هو يعمل معالجة للفيديو ويبتدي أنه هو يتعرف على الوجوش أو الوجوه اللي في الفيديو الخطوة اللي جاية بقى مهمة جدا لازم أن أنا أختار فريم في الفيديو يكون الوجه فيه اللي أنا عايز أغيره واضح جدا فمن النفذة بتاع العرض دي هفضل أغير في فريمات الفيديو لحد ما وصل لأفضل فريم في شكل الوجه واضح جدا ممكن مثلا أختار اللقطة دي واتأكد أنه هو قدر أنه يتعرف على الوجه بشكل صحيح بعدين هختار بقى الصورة اللي أنا عايز أبدل بيها الوجه بتاع ذاكي رستم مثلا ممكن تكون صورتك أو صورة أي شخص آخر بانتظر أنه هو يعمل Upload للصورة بعد كده بيحاول أنه هو يوريني شكل تبديل الوجه اي بعمل ازاي في الفريم اللي أنا واقف عليه حاليا زي ما انت شايفين ده منظر تبديل الوجه في اللقطة دي بس في النهاية بنزل تحت وبعدين بلغط على Start نظرا لأن العملية ممكن تاخد وقت طويل فأنا لازم أتباه على جوجل كولاب هفتح الويندو بتاع جوجل كولاب وابتدي أن أنا أشوف هو شغال ازاي يعني من الواضح أنه هو الفيديو بيتكون من 885 لقطة أو فريم وهو دلوقتي في الفريم رقمه 41 أو 42 يعني خلص 5% من معالجة الفيديو فلازم يا جماعة وانتو شغالين تجربوا الأول على فيديو مدته الزمنية الليلة وبعد كده ممكن تجربوا على فيديوهات زمنها أكبر بس يفضل ما نزدش عن 30 ثانية ولو عندي فيديو أكتر من 30 ثانية ممكن أن أنا أجزقه وأشتغل جزء وجزء وبعدين في النهاية أدمج الأجزاء دي مع بعض بالمونتاج بعد ما Face Fusion بينتهي من معالجة الفيديو بيكتب لي الجملة دي Processing to Video Succeed أنقل على الويندو الثانية بتاعت Face Fusion وبعدين أنزل تحت ودوس على الساهم ده كده علشان أعمل Download للفيديو النهائي دعالوا كده نشوف منظر الفيديو النهائي مقارنة بالفيديو الأصلي ما ألصف حيتك فيهن يا معالجة؟ والله يا ابني نسيتها في البيت ليه؟ لا ولا حاجة أصلي لم تهالك وأنا خلصت بقى الفيديو بتاعي تماما أريد أن أحسن من جودته ممكن بقى من هنا في خطوة ثانية أرن الفيس إنهانسر لوحده أدوس عليه كده وأشيل الفيس سوابر اللي هو بيبدل الوجهة ده لو أنا حابب أحسن جودة الفيديو أغير الفيديو بدلا ما هو الفيديو الأصلي أستخدم الفيديو اللي أنا عملته في الخطوة الأولى اللي هو كان أساساً الوجه فيه معدل وبعدين بعمل نفس اللي أنا عملته في الخطوة الأولى باختار فريم يكون واضح للوجهة وأبتدي إن أنا أقول له ستارت وأنا إزاي في فيديو مقدمة قدرت إن أنا أغير الوجه لأكتر من شخصية بمنتهى البساطة بعملها على مرتين يعني غيرت في أول فيديو وجه عبد الفتاح الأسري وبعد كده باخد الفيديو اللي طلعه للنهائي وأضيفه هنا في التارجت وبعدين من السورس أختار صورة جديدة وهنا طبعاً متعرف في الفيديو على وجهين وجه عبد الفتاح الأسري اللي أنا معدله ووجه السيدة الممثلة الأخرى اللي معاه وطبعاً بالغلط أم غير وجه عبد الفتاح الأسري بالصورة اللي أنا حطتها عشان أصلح ده أختار وجه الممثلة الأخرى فبالتالي قدرت إن أنا أغير الوجه لشخصيتين مختلفتين كل ما كان الأشخاص في الفيديو موجهين للكاميرا كل ما حصلنا على نتائج أفضل زي ما قلنا لو اخترت فيس إنهانسر هياخب مني وقت أطول ولكن النتيجة هتكون رائعة جداً من هنا كمان لو أنا حابة بقص جزء من بداية الفيديو أو نهايته أقدر أعمل كده من الاختيارين دول متأكد من اختياراتي كلها كودة، ثلاثة، ستاشر وبعدين في الآخر بقول له ستارت أيها الصيديون يسعدني بصفتي مدام حنف الشيخ الصيادين أن أسلم خيادة الباخرة نورماندي طبعاً أنا أتعمدت أن أنا أشغل الجزئية دي من الفيديو في الشاشة بالكامل علشان تشوفه جودة الفيديو وتحكمه بنفسك لو أي حد عنده مشاكل في جوجل كولاب يكتب لي في الكومنس وأنا إن شاء الله هساعده مستاني قرأكم وإقترحاتكم في الكومنس ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير لأن ده بيساعدنا على تقديم محتوى أفضل وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله